الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله جيب لكم ادامة جانية تقدر تستخدمها وتخلى اي صورة تتكلم بعدد لا نهائي من المرات يعني كان اي موقع بتديك كم مرة كده او كم سانية وخلاص كده رح عليك محاولاتك لكن في الفيديو ده جيب لك ادامة جانية تقدر تستخدمها وتعمل بها اي شخصية عايزها تتكلم وتقول اي كلام تقدر تستخدمها عن طريق الادا دي فتابع معايا ولكن بعد الفيديو مرحبا بكم في قناتنا مونستر للمعلوميات حيث نقدم لكم المعلومات التقنية بطريقة مبسطة وممتعة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والاعجاب بالفيديو سلام عليكم انا احمد ودي قناة منصر المعلوميات لو اول مرة تتفرج على القناة تأكد ان انت عمل اشتراك ولايك للفيديو ده عشان هتتبع عندنا حاجات جامدة جدا وفي الفيديو ده هعلمك ازاي تحول اي شخصية تتكلم او اي صورة تحولها الى فيديو وبيتكلم معاك بطريقة سهلة وبسيطة في البداية احنا هنحتاج اي شخصية انت حبيبها يعني ممكن تصممها عن طريق الزكاء الاصطناعي مثلا زي وانا شرحت الكلام ده في فيديو قبل كده ازاي تولد شخصية وتعمل بها فيديو زي الشخصية اللي احنا كنا نستخدمينها في الفيديو ده ولكن استخدمنا موقع يحرك لنا الصورة وعمل لنا منها فيديو لكن في الفيديو ده هجيب لك ادامة جانية تقدر تعمل منها عدد لنهائي من المرات وخلنا نبدأ مباشرة وهي الاداة موجودة على جوجل كولاب ودي منصة بتسمح جوجل من خلالها للمطورين انهم يرفعوا لهم اكواد برمجية تستخدم في حاجات كتير جدا يعني فده كود مكتوب بالبيسون وبيستخدم في تحريك الاكواد وكل حاجة فخلنا نتابع مع بعض ازاي هنستخدم الاداة دي في تحريك اي صورة اول خطوة معنا ان احنا نرفع عليه اي فيديو فيه صورة اي شخص تمام يعني مثلا عندك صورة اي شخص زي الشخصية اللي احنا ولدناها في الفيديو ده عندنا نفس الصورة دي لسه موجودة اول خطوة لازمة نتحول الصورة الى فيديو يعني من فاش ترفع صورة تحاول الصورة فيديو عادي كده من غير ما يتكلم وبعد كده نستخدمها تمام تقدر تعمل ده من خلال اي برنامج منتاج واللي يكون احنا عندنا كده مسلا تلاتين ثانية اهو للفيديو تمام وبعد كده نعمل له ونحفظه عندنا باي اسم يعني مش مشكلة طبعا انت لو عندكش برنامج منتاج ممكن نستخدم موقع تقدر تروح للموقع وبعد كده تعمل صين ان فيه عادي جدا وبعد كده تروح على كريات نيو فيديو وبعد كده تضغط على امبورت ميديا وتختار الصورة اللي انت هتستخدمها ده الصورة عندنا اسحابها كده وبعد كده ازبط الابعاد بتاعتها وحدد مسلا كام سانية لو انا عايزة ازود السواني ازود بالسحب كده حاجة بسيطة يعني كده بقى عشر سواني هنا العدد هنا اهو تمام وبعد كده اضغط على كلمة هنا واقدر اعمل الحد الف وتمانين كفيديو هنتظر لحظات لحد ما يتم معالجة الفيديو وتحميله دي طريقة سهلة هتحول اي صورة الفيديو وبعد كده هنحركها مع بعض تمام بعد كده هنروح تاني للموقع بتاعنا او الاداة يعني هسيب لك الرابط بتاعها طبعا تضغط على اشتراك لو انت اول مرة تدخل عندنا على القناة تضغط على زر اشتراك هنا هيحاولك للقناة بتاعتنا وتشترك مباشرة يعني كل ما هتستخدم الاداة هتفتقرنا فيعني الافضل انت تعمل اشتراك عشان تنسانا يعني وكده اه بعد كده هننزل على الخطوة الاولى تضغط على التثبيت وديه من خلالها هيثبت الكود اللي من خلاله هيقوم بالعملية يعني وبيتم تثبيته على السيرفر مالوش علاقة خالص بالكمبيوتر بتاعك طبعا يعني لو عملت كده تلاقي هو بيعرض الكود فانت في الكود عشان ما تتوترش وننتظر لحد ما يخلص تحميل وتثبيت هتلاقي يثبت كل حاجة على السيرفر طبعا كل حاجة مالقاش علاقة خالص بالجهاز بتاعك يعني هتقلقاش من اي حاجة لما الخطوة دي انتهي هننزل خطوة تانية بعدها وواحدة واحدة هنمشي الدنيا وهتفهم كل حاجة هتلاقي هنا مؤشر بيقول لك مية في المية كده يبقى هو انتهى من التثبيت نروح للخطوة اللي بعد كده والمكتوب عندك الخطوة التانية كل الحكاية هتروح على الخطوة التانية هنا ونضغط على الزر ده كده وننتظر لحظات تظهر لك المربعين دول نختار على عشان نختار الملف من على الكمبيوتر بتاعنا ونختار الفيديو اللي احنا عملناه ولنتظر لحظات لحد ما اعمل له ابلود هيزهر لك طبعا هنا حسب بقى دي حسب رفع الانترنت عندك حسب الابلود عندك هتاخد وقت يعني لو الفيديو مسلا طويل هتاخد وقت طويل حسب الفيديو ليل هتاخد وقت الي فانا هستنى لحد ما نخلص ونكمل مع بعض الخطوات بعد ما اعملنا ابلود للفيديو وزهر لنا بالشكل ده هنروح للخطوة رقم تلاتة وهي رفع الملف الصوتي طبعا انت تكون مجهز الملف في الصوت عندك اما مسجله بالزكاء الاصطناعي او مستخدم فيه صوتك العادي ومجهز الملف بصيغة تقدر تعمله بنفس الطريقة اللي هتشوفها دلوقتي. لو انت طبعا مسجلتوش او عايز تسجله بالزكاء الاصطناعي هسيب لك شرح الموقع ده تقدر تستخدمه في تسجيل اي نص باستخدام الزكاء الاصطناعي وطريقة النطق بتاعته في اللغة العربية حاجة جمدة جدا. يعني مفيش فيها غلطات ان شاء الله. نرجع تاني وبعد كده نضغط على الزر ده لحد ما تظهر لنا الخانة دي ونختار على ونختار الملف الصوتي اللي احنا هنضيفه على الفيديو. ننتظر لحظات لحد ما يتم رفعه بيظهر لنا هنا النسبة كده ضن مية في المية تم رفعه. الخطوة رقم اربعة وهي دمج الصوت مع الفيديو. وهنا انت ما بتعملش فيها حاجة. احنا هنضغط بس على الزر ده وهو تلقائيا هيبدأ يشتغل وهيعمل الخطوة لوحده من غير ما احنا نعمل اي حاجة. هننتظر لحظات لحد ما يخلص ويظهر لنا صيغة الفيديو بعد دمج حركة الصوت بعد دمج الصورة مع الصوت وتحريك الوجه. كل اللي عليك في الخطوة دي هو الانتظار لحد ما الفيديو يظهر لك بالصيغة الجديدة بعد تحريك الوجه بتاعه وهنحمله مع بعض ويعني الموضوع سهل خالص وتقدر تستهدم نفس الطريقة دي مرات ومرات ومرات براحتك تعمل كل حاجة وتحرك اي صورة انت حبيبها تجهز لها الصوت بتاعها وتحول اي صورة في شكل فيديو وترفعها. موضوع سهل وبسيط خالص. ولكن حاجة مهمة جدا نسيت اقول لكم عليها ان انت لازم تدخل على المتصفح من خلال الجيميل بتاعك يعني لو ما ما انتاش مسجل دخول بالجيميل مش هتعرف تدخل اصلا على الصفحة دي عشان الخدمة دي من ضمن خدمات جوجل والسكريت ده مرفوع على سيرفرات جوجل فعشان تدخله لازم تكون مسجل دخول في حسابك على جوجل. زي ما حترككم لحظين دلوقتي بيديك النسبة في الانتهاء يعني ننتظر لحد ما يخلص مية في المية ونكمل مع بعض الفيديو. زي ما حترككم شايفين زهر لنا هنا مية في المية وبعض اللحظات هيبدأ الفيديو يزهر لنا يعني. كل الحكاية هي صبر بس. هي ممكن بتاخد بعض الوقت. لكن ما تقلقش من اي حاجة. هتصبر على لحد ما تخلص. وهتلاقي الفيديو يزهلك. وهنشوف النتيجة دلوقتي مع بعض. او انت اصلا بالفعل شفت نتيجة في اول الفيديو. بعد لحظات على طول هتلاقي الفيديو زهلك بالشكل ده كل الحكاية تضغط على تشغيل لو عايز تشوفه. عايز تحميله وتضغط على دوي اللوت. بس كده تم تحميل الفيديو عندنا لو شغلناه. وبكده ان كنت تعرفنا على الطريقة. اتمنى اكون يعجبك واسيب لك رابط طبعا الاداة في الوصفة تقدر تستخدمه. كان معاكم احمد وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.